ايدكس ايدكس الحقيقة كل سنة يبهرنا ايدكس مش بيبهرنا باعتباره معرض السلاح المصري اللي بدأ من ثلاث سنين فيبقى عمره العمر صغير لكنه بدأ كبير وعملاق ويبقى جزء من واحد من اهم معارض صناعات الاسلحة على مستوى العالم ايدكس بالنسبالي حاجة تانية خالص اكبر بكتير من مسألة انه يبقى معرض عالمي ايدكس عشرين تلاتة وعشرين معرض كبير حدث مهم العالم كله بيتابعه بيبص عليه ممثلين من كل شركات تصنيع الاسلحة والطيران والزخير والاسلحة الخفيفة والمتوسطة والمتعددات وحدث ولا حرج ايدكس بيحضروا ممثلين القوات المسلحة والجيوش بتاعة دول الصديقة والشقيقة والدول البعيدة والدول المش بعيدة والقريبة وما الى ذلك طبعا ايدكس بيحضروا سفراء كل الدول تقريبا اللي موجودة في مصر ده كويس جدا ورائع بالنسبة لي ايدكس هو الشاهد خد بالك الشعبي اللي هو يذهب الى المجتمع يوريلك مصر اتحركت راحة لحد فين مصر النهاردة عندها مش ايدكس عشرين تلاتة وعشرين وخلاص لا مصر النهاردة عندها الفرقاطة المصرية مية في المية يعني ايه مية في المية خد بالك بقى وركز في المصطلحات اللي قالوها السادة الحضور هم بيتحدثوا عن الفرقاطة يعني قائد سلاح القوات البحرية المصرية بالتأكيد طبعا سيادة وزير معاني وزير الدفاع الى اخره الناس قالت لك جملة ظريفة جدا او مصطلح جدا تصميم وتصنيع مصري مية في المية تصميم وتصنيع طب ايه الفرق ما بين التصميم والتصنيع او ان انا اقول لك تصنيع بس تصنيع بس يعني بتبقى الحاجة مثلا مصنعة عن طريق شركة ما من الشركات اللي ممكن تبقى موجودة في امريكا في الصين كوريا الى اخره اليابان ايطاليا المانيا وانت عملت خط تصنيع هنا وتطوير لي يعني طورت على المعدة الرئيسية طورت علي طورت على الدبابة طورت على طيارة طورت في ساروخ طورت الاخ 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 جبار تصميم وتصنيع يعني مصري مية في المية ايدكس السنة دي ليه طابع لو ركزت فيه مهمة قوي الاسلحة المصري المصنعة او المصممة والمصنعة في مصر لها طابع خاص طابع تاكتكال طابع بتاع حروب غير عادية حروب في مناطق معينة طريقة معينة في استخدام آلات الحرب ربنا ما يحكم على حد بحرب طبعا طيب هنا تبص على ايدكس بهذه الزاوية من وجهة نظري يبقى انت عندك الزاوية بتاعت ايدكس كمعرض دولي وعالمي للسلاح اصبح محطة انظار العالم تبص على ايدكس وهو تطور للصناعات العسكرية المصرية ولازم هنا هفتح لك قوس بعد اذنك وده مهم جدا اي حد في الدنيا له علاقة بالاقتصاد او الصناعة او كلاهما عارف انه التطور الصناعي والتكنولوجي في اي بلد في الدنيا في اي بلد يبدأ بالصناعات العسكرية لانه الصناعات العسكرية بتبقى معقدة للغاية للغاية دقيقة الى ابعد الحدود وبتبقى داخل فيها الاف من العوامل والعناصر الصناعية بعضها فيما بعد ذلك بيتحول الى عناصر قابلة للاستخدام المدني زي صناعات الفضاء هدرب لك مثل البتاع اللي انت بتحطها السكرين دي الشفافة اللي بتحطها على الموبايل عشان ما يتخدش اللي عملوها اللي اخترعوها في الدنيا ما كانوش بتوع شركات التليفونات اللي عملوها ناس متخصصة في الصناعات المتعلقة بالفضاء يعني ايه الكلام ده يا عام يوسف يعني عملوا شيء ما مادة ما بيتم تغليف القطع اللي بتسافر دي مكوك الفضاء والساروخ واللي مش عارف ايه اي قطع بتنطلق تعبر الغلاف الجوي عشان تبدأ تتحرك في الفضاء المحيط بكوكبنا الازرق زي ما نستحب تسميه كده